يعني المتتبع للأحداث السياسية في العراق يرى أن ربما التناقض والمزاج والأمزجة السياسية بدأت واضحة على السطح ترافق التخبطات حتى باتخاذ القرارات التظاهر أو التعبير عن الرأي حق كفله الدستور بالمادة 38 أولا وثانيا وثالثا ومنها حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والفقرة الثالثة هو حرية التظاهر السلمي لكن ما يدور على الشارع العراقي من اضطرابات وكثرة التظاهرات وإن كنت أنا ممن يؤيد التظاهر السلمي ولكن في نفس الوقت أضع علامة تعجب على أن هذه التظاهرات رغم تكرارها ورغم كثرتها إلا أنها لن تغير من الواقع في شيء أي ما معناه أننا قد نحتاج إلى احتصامات مفتوحة إلى ما يشبه الثورة البيضاء للتعبير عن الرأي يعني شل الفائدة أنا من أطلع تظاهر الجانب المقابلي المتمثل بالحكومة أو بالوزارة لم يتخذ أي إجراء يعني بصراحة قد تفقد هذه التظاهرات محتواها وفائدتها وربما حتى طعمها لأن أنا أما أتظاهر كما يحصل في البردان المتطورة البردان التي تحكم باسم الديمقراطية أو لا أتظاهر أنا يوميا أرى الشوارع العراقية خاصة أمام وزارة المالية يوميا هناك عدد غفير من الشباب المتظاهر أن يطالب بحقوقه هو لا يطالب بمعجزة ولا يطالب بأمور خارجة عن إرادة الدولة وقدراتها ولكن للأسف طالما أن هناك أذن صماء فما الداعي إلى التظاهر إذن علينا أن نستخدم النظام البديل أو الفقرة البديلة هذه من جهة من جهة أخرى ربما تكون هذه التظاهرات قد يشوبها نوع من التجاوزات نحن دائما نقول الطرف الثالث ومندسين ونظام المؤامرة ترى من لأنها من هذه العبارات الأصفحت مستهلكة لكن قد تحدث فجوة تذهب منعتها أبرياء واليوم تظاهرات الناصرية وطبعا التظاهرات الناصرية هذه السنة الرابعة يتظاهرون شباب الناصرية يبدو أن الناصرية من المدن التي قد نحتبرها من المدن المنكوبة لا تعيين لا خدمات لا حكومة محلية نقولها بالعامية بها حاض فبالنتيجة هذا الشباب المعطاء شوف ترى حق التظاهر أو هذا الشاب الذي يجابه الدخانيات مرة وربما الرصاص الحي مرة أخرى هذا شباب معطاء لو كانت لدينا أدمغة سياسية نشطة أو علمية كانت تستثمر هذه الطاقة هذول الشباب عدتهم طاقة بداخل جسدهم بداخل نفسيتهم ممكن يقدمون شيء للبلد أستثمرهم ما أخليهم يصورهم بالخط المعادي هسا هو شنو طلباتهم تجي تأخذ لك جولة عليهم شنو تشتردون واحد يقول أريد تعيين واحد يقول منطقتنا الغرقان أريد خدمات يعني هو ما لا يطلب أشياء خارج العقلانية ولا خارج المستطاع لذلك أنا أرى والكل معي قد يتفوق أنه علينا أن نجد آلية جديدة للمطالبة بحقوقنا طالما أنه كما قلت هناك هذا أذن صمى لا تسمع فعلينا أنه غير ستراتيجية التظاهر وربما يكون الاحتصام المفتوح ربما غلق الشوارع ولكن لا تؤثر على الجانب الآخر الجانب الإنسان الجانب الخدمي يعني أكفت فعاليات جديدة اليوم الشاب العراقي عليه أن يسدكها ولكن يكون بعيدا عن الاصطدام بالقوات الأمنية إن هو القوات الأمنية هم أيضا من شباب لأمين والإبنان ترجمة نانسي قنقر